موسيقى نواعير حماء التي تزين دفاف نهر العاصي هي واحدة من أرواع المعالم التاريخية والهندسية في سوريا تعد جزءا لا يتجزأ من هوية مدينة حماء تروي قصة حضارة عريقة أصبحت رمزا ثقافيا وهندسيا للمدينة نحن الآن في مدينة حماء مدينة النواعير مدينة أبي الفداء والتي كانت تدعى يوما ما إبيفانيا رأينا التل الذي هو ليس إلا القلعة حاليا التي يسمونها القلعة وهي عبارة عن أكروبوليس مدينة حماء الذي يضم آثار من القرن من الألفي الرابعة والثالث قبل الميلاد طبعا الميل عم نشوفه نهر العاصي وهذه النواعير الوحيدة في العالم التي لا زالت تدور صنعت في العهد الروماني بالقرن الثاني لترفع المياه نهر العاصي من المستوى المنخفض في هذه المدينة إلى مستويات مرتفعة على الأكوديك الذي هو نقل المياه من المدينة إلى خارج المدينة النواعير مزود بسطول كل سطل يرفع هذه المياه بعد دفع المياه للناعورة من الأسفل إلى الأعلى ثم توزع هذه قنوات جر المياه إلى خارج المدينة لسقي السهول الخصبي التي خارج مدينة حماء النواعير كانت حوالي 45 ناعورة بالعهد الروماني وبقي منها الآن حوالي من 15 إلى 20 وحدة تجدد سنويا عندما تتخ وتجف بفصل الصيف وفي استمراريه وهي الآن عبارة عن أسر لا أكثر ولا تستخدم بعد لرفع المياه إلى مستويات أعلى ولجر المياه خارج المدينة طبعا المشهورة فيها مدينة حماء ويوجد أيضا حوالي مدينة الرستن ويوجد حوالي قلعة شيزر نواعير أخرى دائما بالأماكن المنخفضة للمستوى لرفع المياه من مجرى النهر المنخفض إلى الأراضي المرتفعة التي تجاوره للري يعني لسقاية الأرض الخاص بالموجودة بهالمنطقاء النواعير كما ذكرت هي من القرن الثاني الميلادي من العهد الروماني وجددت بالعهد الأموي ودائما في تجديد كل ما صار هناك عطل بهالمحاور أو هالدواليب يتم تصليحها والآن هي عبارة عن أثر ورمز لمدينة حماء لا أكثر ولا تستخدم مطلقا لرفع المياه كما كانت سابقا تبقى نواعير حماء شاهدة على عبقرية الإنسان في استخدام الموارد الطبيعية لخدمة المجتمع حيث جسدت تاريخا طويلا من الابتكار والتطور الحضاري وتعتبر هذه النواعير رمزا حيا للإبداع الهندسي والتراث الثقافي ترجمة نانسي قنقر